من جهته قال زعيم أقصى اليسار ومؤسس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون إن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية مطالباً ماكرون بدعوة اتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري لتشكيل الحكومة على الرئيس واجب دعوة الجبهة الشعبية الجديدة إلى الحكم إنها جاهزة وستحترم الجبهة التفويض وفقاً لأصوات الناخبين الممنوحة لمرشحيها كلمتنا المعطى ستحترمها الجبهة الشعبية الجديدة